هذا وقد عقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في وصوله إلى البلاد مساء أمس عقد اجتماعا ضم مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية الشادية لكرة القدم ومثلوا الروابط الرياضية وخلال اللقاء قدم رئيس الفيفا برنامج الفيفا المتعلق بتطوير رياضة كرة القدم تقرير محمد خميس ماتي قبيل التطرغ لفحو النقاط المتعلق بأهداف الزيارة المطولة للرئيس الفيفا لبعض الدول الأفريقية وخاصة البلاد تناول ناصية الحديث الرئيس الفيدرالية الشادية لكرة القدم مختار محمود اسقدم شكره للرئيس الفيفا جيانيان بانتينيو لزيارته للبلاد وأكد بأن هذه الزيارة بلا شك أعطى الضفع قوية للقائمين بشؤون كرة القدم والعمل على تطوير هذه الرياضة الشعبية وأضاف الرئيس الفيدرالية الشادية لكرة القدم مختار محمود بأن الفيفا ساهمت في دعم وإنشاء الملاعب الرياضية وكذلك تدريب مدربي وحكام كرة القدم في البلاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانيان بانتينيو وهو تاسع رئيس للفيفا أعرب عن فائق فرحته لحفاوة الاستقبال وقدم شرحا ضافيا عن خطة الفيفا والبرامج الموضوعة والمتمثلة في دعم ومساندة الاتحادات الرياضية من خلال بناء المنشآت والمرافغ الرياضية وبالتالي تطوير لعبة كرة القدم ووعد رئيس الفيفا بأنهم عازمون لمضاعفة الدعم المالي للاتحادات الرياضية ومن بينها الفيدرالية الشادية لكرة القدم الأمر الذي سيسمح لبناء كل من استاد موندو وساروا أبشي بغية السماح للبلاد اللحاق بمصاف الدول المتقدمة في مجال كرة القدم وخلال اللقاء قدم الصحفيون أسئلة عدة من بينها التدخل المباشر للحكومات في شؤون الاتحادات الرياضية ورد رئيس الفيفا جيانيان بانتينيو بأن الحكومات ينبغي عليها التعاون مع الاتحادات الرياضية وتغديم الدعم وعدم التدخل في المسائل التي تخص الاتحادات الرياضية وبما أن تاريخ وصول رئيس الفيفا للبلاد تزامن مع التاريخ الذي انتخب فيه رئيسا للفيفا وهو يوم السابع والعشرين من فبراير 2016 وعليه انتهز أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية الشادية لكرة القدم وإدارة فندغ هيلتون لتغديم كعاكة خاصة لجياني عن بانتينيو تشريفا لتاريخ انتخاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر